موسيقى بس بقى بس بقى فتحقيا انتحر الحوار على كده بقى الله عشان خطر الحاجة بتعرف يا بش مهندس فتحقيا اللي قاعدة جنبك دي جزها مفتاري دي لا دي ايه دي عمراء اللي افتراضي خلص لا اللي جنبها اللي جنبها كل يوم التاني قمرانينها علقت موت دي يوم سايبانه البيت وغضبانه مايفوتش كام يوم اللي اوتيجوا المفاتحية دي ترجعها له تاني بلا ونترجعها له ليه ما هي هتعمل ايه يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها ايه الله يابا خليها على الله يا ابن استهت بالله ده انت الكبير تسافر ازاي لو غريت ازاي اللي غيرها ولا مسيكوكو ع الحدود اعمل ليه هدا في امك وخوتك السابع لو اراد ربنا ووصلت بالسلامة يا ابا اصرف عليكم ومش اخليكم تحتاجوا اي حاجة ولو غريت يا سيدي هديك هتبتاع مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس اه موضوع السافر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية ها العيال خلاص اتخانقو قفلوا خالص لقد حتفعل مناقشة بالنسبة لهم مال هالمنقشة؟ لقد حتفعل مناقشة بالنسبة لهم فى الموضوع ده اه لقد حتفعل الوديمندول عنده ان يموت برا ولا يعقف فى البلد دى familتو ثانية ميم؟ فلتو ثانية اه أه اه اه فيتو ثانية لا لا فلتو ثانية اه دى بتاعت الرجل الكبارة دوت اللى خاد نوفل قد نوفل ايه ده؟ لا مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر كله يأمن على بطاقه واللي معاه حاجة جير مية خلي بالك في رضا 14 كيلو بوكسف هنا باشا يلا بسرعة ايه وبعدين؟ ما تنزل مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ ايه واحد تكون فاكر نفسك باشا هلا ده انت راكب صفيحة زبالة تشكلك مسارسر ياد ايه واحد تكون شايفني قصادك ابوديق انزل جاي لك ها؟ جاي لك اما شوف انت مين؟ هلواوي هنقضي الصهرة صباحي مع بعض تقول انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معايا فيزا يعني معاكس بطاقة كمان ماشي 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 باشا باشا انا اسف يا باشا ارجوك تسامحني يا باشا لا 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 انا اسف يا باشا انا اسف يا باشا اقول لي مسامحك يا باشا انا مسامح انا مسامحك تالي بس هو هتخدها كلها هوا يعني مش مرة واحد حاضر باشا معالب سلام راقفة تهاني عايزة كل حاجة مظبوطة عايزةكم تقدموا الدرينجز؟ بابتسامة حلو قوي عايزة بريزونس عايزة كلاس مش عايزة ولا غلطة ألفة أفا مبروك يا مدام معجة لطفة بيدا راجل هاية ربنا بقى يسعادكم إن شاء الله يا رب عقبالكم انتم كمان قدامكم قد ايه؟ هانة الحمد لله من 3 ل7 سنين كده إن شاء الله أخيراً دعاً نعم انت رايح فين؟ حاجة غريبة حد يسأل وحد داخل بيوتهم يقولوا انت رايح فين؟ كيف الدنيا تتنطب في وشي؟ لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوفوا وشي انت غلي في روحك كده انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصل للمرة اللي فاتت اتفضل امشي من هنا امشي واسيب الناس اللي جاء بيتي طب ارحب بيهم حتى احنا برضو الناس بتنفت في القصول يا لا افت تعالي يلا طلعوا برا المخسم ده ده ايه المفاجئة الحلوة دي يا فاندر ازاكت اهل ازاكت اهل ازاكت لا 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 انا معقولة ده رمت عيالي النهار ده وده ازاكت اهل افت وش زي امك الحمد لله كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخداد جت تدفع القص تخسعت معاها باشا تلعت متعسرة الاخرة وعملت ايه؟ ابدا جت استلفت من امي يلا برا 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 بساني واحدة وانداب يا ما ده بقى تصور مع الباشا امسك دي صورني يا رفور مع الباشا الدحكة الحلوة يا باشا يلا امشي برا انت واوة يلا امه امها عيال زي الفل انا بحب لقال دي او بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ديه ربنا يا سعادهم يا رب بتيجي نعتزل الناس اللي جاي دول واناك اللقوم خفيفة وانا مبادرين هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني بابا شوفتوا اليامي ايه بقى ايه ايه بابا شوفوا بالمغادرين لطفي لطفي استني لطفي لطفي استني لطفي لطفي استني لطفي خلاص يا محسن باشا. خلاص يا مهجة هانم اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لينا اني مفيش حل غير الدمج اه؟ شركات ساعدتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصالي لتكوين جروب سميناه HM جروب شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس والدمج ده في اديته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة ساعدتك وشركتها البنك ممكن يدي لك قرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لن يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين امين اعملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار وطلبت قرد من بنك الامان والبنك معاص لك شوية وانت جايلي دلوقتي علشان ازقلك القرد ده اللهم اصنع النبي ايه ده يا باشا ده؟ احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب الرجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني بس انت موقفك حساس قوي يا هندوي اه هو بس في حاجة واحدة يعني عايزة ولا نساتك حاجة ايه؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب مين؟ بوبوس موسيقى يعني ايه مليار ومتين مايفضلش منهم ولا مليهم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا موه جهانم احنا كان علينا فلوس كتير قوي والمصانع كانت شبه متوقفة والعمال كان بقى لهم ست شهور ما أبضوش ده غير عمولك البنك طب والله احنا ما اخدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف يا طب طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي انا زعل اولع ماه كل ده عايزنا ارضي اتاكا فلا بنكا اتي تا 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 انا كان مالي وما للغلب ده واحد متعسر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد انا مبقيتش طا يعيش فيه ما تسيبه يا اخي ود غرفي ستين داهية ارفع عضيه السابق وقال شوفك تقولي غرفي ستين داهية قطل بتعود كبير يا عالم من فضلك اهدي شوية وبداش توقعينا في الغلط دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل طيب طيب اسما انا اللي هسيبلك البيت وهباعلك النص بتاعي وانشارك اذا اجباعها لعشرين مليون ومشي دلوقت طيب ما تاخدينتو النص بتاعي وديني اتناشا مليون يا اخوانا الحل موجود حد يشيل الليلة على بعضها كل واحد فيك وياخد حقه ويضار ما دخلك شر